عاوز تقدم على الدراسة في الجامعات البريطانية بس انت خايف من الايلتس وشهادات اللغة والشروط الصعبة اللي بيطلبوها ديت طيب سواء انت عايز تدرس بكاريليوس ولا ماجستير هنا في بريطانيا بس انت خايف علشان مثلا مجموعك في السنوية ولا مجموعك في الجامعة ضعيف جدا وانت عايز مثلا تدرس تخصص كويس ولا تخصص قوي ولا جامعة قوية الموضوع بيكون صعب شوية في القمول او لو حتى يا عمي انت عملت تقدم على الجامعات البريطانية وعملت ترفض بشهاداتك وشايف ان شهاداتك مش كافية انك تتقبل هنا في الجامعات البريطانية زي ما حصل معي في بداية تقديم قبل مايجي يعني هنا او حتى يا عمي انت عايز تدرس هنا في بريطانيا اللغة قبل بداية الكورس بتاعك يعني انت مثلا عايز تدرس هنا في بريطانيا بس انت شايل هام موضوع اللغة دوت الموضوع شايفه صعب عليك جدا انك تدرس في بلدك فأنت مثلا عايز تدرس سواء البكريليوس أو الماجيستير في بريطانيا بس برضو عايز تدرس هنا اللغة عشان لغتك طعيفة واتمارسها هنا في بريطانيا أو انت مثلا يا عمي عايز تدرس هنا في بريطانيا بسهولة والقبول بتاعك يكون سهل في جامعات مثلا ترتبها قوي وتخصصات كمان صعبة القبول فيها وعليها منافسة عالية فأنت لو عايز تعرف المعلومات دي كلها وتعرف تيجي ازاي وتعدي يعني كل العقبات اللي أنا ذكرتها داية أو داية يعني مشكلة من المشاكل اللي بتواجهك عشان تدرس هنا في بريطانيا انت كمل فيديو داوت لحد الاخر عشان انا شارح فيه معلومات وحاجات يا جماعة لأول مرة تشرح على السوشيال ميديا وعلي يوتيوب وخاصة من حد عربي ودي طريقة هتسهل عليكم موضوع الصفر لبريطانيا جدا ان شاء الله فأنا بينا نبدأ الفيديو داوت بسرعة ونقول باسم الله الرحمن الرحيم وندخل في التفاصيل على طول اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة الدراسة في بريطانيا البلاي لست اللي أنا عملتها اللي فيها كل التفاصيل اللي انتو عايزين تعرفوها عن الدراسة في بريطانيا والفيزا والحساب البنكي وشارط اللغة والحاجات دي كلها وعمل السلسلة دي مخصوص يا جماعة علشان أسهل عليكم الموضوع على قد ما أقدر عشان عارف الدراسة في بريطانيا هنا قدي صعبة المهم تعالوا أحكي لكم ايه السنة التحضرية دي وتفاصيلها وشروطها وكده أنا مقسم الفيديو داوت في كزا نقطة علشان تكونوا فاهمين ومشين معايا بالترتيب وياريت يعني ايه تمشوا بالترتيب لحد اخر الفيديو علشان ان شاء الله تفهموا كل الموضوع أول نقطة انا اتكلم معاكم فيها عن موضوع تفاصيل السنة التحضرية وانظامها وهي عبارة عن ايه ومتكونة من ايه والحاجات دي وحتى انظام تدريسها وكل حاجة لان انا واحد مرت بالتجربة شخصيا يعني ثاني حاجة احكي لكم على ايه الشروط والتفاصيل بتاعتها ثالث نقطة احكي لكم ازاي تقدموا عليها بعد كده ايه المصاريف وبعد كده ليه انا عامل فيديو داوت عن موضوع السنة التحضرية وليه بكلمكم عنها ونصائح يا نعمة فخليننا نبدأ فاول نقطة وايه هي يا جماعة السنة التحضرية السنة التحضرية دي هي عبارة عن حاجتين فيه نوعين يعني من السنة التحضرية فيه سنة تحضرية للبريطانيين نفسهم يعني مسلا واحد عايز يدرس طب ييجي ايه هو اساسا في البريطانيا معلش يا جماعة فاوا مثلا ايه عايز يقدم يعني على جامعة الدراسة في الطب هو مسلا مجموعه مش كافي فهو بيدخل سنة تحضرية حسنة التحضيرية عبارة عن حاجة تمهيدية مثلا تخصصه بالطب او هو هيدرس هندسة مثلا فهيدرس حاجة تمهيدية للتخصصه بالهندسة انه هو كرس تمهيدي للكرس الاساسي الذي سيبدأه تمام ده بالنسبة للبريطانيين اللي هم مثلا من البلد او انت تقدر تاخد الكرس دوت لو انت شهدتك المثلا السنوية ولا بتاعت الجامعة ولا كده مثلا مش كافية بس انت شرط اللغة بتاعتك كافي يعني انت مثلا جامعة طلبة شهادة آيلس 6.5 فانت معك مثلا شهادة الآيلس اللي هي 6.5 بس انت ايه انت مثلا موضوع الشهادة بتاعتك بتاعتي السنوية مش كافية انك تدخل على التخصص فانت ممكن تدخل للسنة التحضيري اللي هي مع البريطانيين تمام بس نفكينا من هادية ايه كانت نبذة سريعة عن السنة ديت بس غالبا مفيش اجانب يحبوا يدخلوها ليه بقى علشان بيحبوا يدخلوا النوع تاني من السنة التحضيري اللي هي الانترناشنال فونديشن سرتيفكيت ممكن بقى بتتسمى اسامي مختلفة بس هي المفروض انترناشنال فونديشن بقى سرتيفكيت كورسة اي حاجة بتختلف من جامعة الجامعة تمام ليه بقى الطلاب بيحبوا يختاروا دوت وانا ليه اخترت ان انا ادرس اللي هي الدولية ديت لانهي تتقسم لنوعين النوع الاول يص�� البريطانيين انغاها تقهلك للتخصصاتك عرية التانية encuentra تقهلك من الجانب الانجليزي انت بتتعلم انغا حتى تتعلم كيف استستخدم الانجليزي اللي هو انتاب تتعلم بشكل اكاديمي كيف تكتب مقالات او كيف يعمل ابحاث وككبرات وكيف تقوم بت��组ة楚 الامن وتعمل ما يقول لنا لماذا يا جماعا بقول للتالي؟ لذلك shit هنا في بريطانيا مختلف كثير عن النظام في مصر ولا تركيا ولا أي بلد عموماً أنا درست فيها ولا أنتم عموماً درستوا فيها ولا حاجة النظام هنا مختلف مفيش مثلاً امتحانات غالباً يعني في أغلب المواد ولا حاجة والموضوع بيختلف من تخصص إلى تخصص الموضوع مثلاً عشان تنجح بيعتمد على حاجات كثيرة مختلفة أنا طبعاً حكيت لكم يعني الموضوع ده كله في السلسلة هنا بتاعة الدراسة بريطانيا لو أنتم يعني مشتركين في القناة ومهتمين يعني هتلاقوا إيه إن أنا كنت شرحت يعني الفيديو ده فريد تشترك في القناة عشان فعلاً أنا بنشر محتوم فيه جداً وفيه معلومات كثيرة بقولها مهمة ياريت يعني إن هي ما تفتكشف المهم أنت يا قدم الكرس ده طيب مدته قدية الكرس ده يا عمي مدته 30 أسبوع وفيه كمان حاجة اسمها فاست مش عايف هل هي موجودة في كل الجامعات ولا لا بس هو لقيتها موجودة في بعض الجامعات ومنها الجامعة اللي أنا بدريس فيها المدة بتاحته 15 أسبوع بس يعني يا 30 أسبوع يا 15 أسبوع عندك مثلاً الابتشن ده والابتشن ده طيب تمام يا قدم شكل الكرس بقى من جوه عاملت زي طالما أنت درسته عرفنا شوية يعني عن الموضوع الموضوع يا جماعة للأسف ممل يعني إيه عشان بس أكون بحكي لكم من الجانب الإيجابي والجانب السلمي موضوع ممل كثير أن أنتم مثلاً هتيجوا غالباً شبهي يقوم للمحاضرات عشان أنتم طبعاً بتتأهله للتخصص وتتأهله في الإنجليزي فأنا يا جماعة كنت حاسس أن الموضوع ممل كثير فعلاً وأنا بدريس السنة دي بس بعد ما خلصتها ودخلت فعلاً في دراسة التخصص لقيت أن الموضوع كان مفيد جداً لقيت أن فيه كثير طلاب حتى بريطانيين بيجوا ومش عارفين يتأقلموا على الدراسة الجامعية لسه يعني فيه ترانزيشن كبير بين الإيه الموحل السنوية والجامعة بالذات هنا النظام مختلف انت بتلاقي اعتماد كبير جداً علي زي ما قلت لكم أن أنا شرحت يعني في فيديو سابق على التفاصيل دي النظام اللي اختلاف ده أوقات كتير لأسف فيه ناس كتير بيفشلوا يعني في الدراسة ولا ما بيفهموش النظام فبياخدوا وقت كتير أو يرصبوا في مادة ولا حاجة والموضوع بيكون صعب فأنا حسيت فعلاً بتميز حسيت أن أنا أنا عارف كل حاجة مثلاً بعملها إلا طبعاً الموضوع صعب شوية بس فكرة أن أنا عارف أكتب مقارات لأن أنا كتبت وعملت ريسيرش وقدمت بريزنتيشنز وتعلمت كمان عمل الل وحاجات من دي كتير وتعلمت كمان اللي هو أكون إزاي مؤدب بالإنجليز إنتوا عارفين الإنجليز يعني هنا معروفين بالإيه من أكتر الشعوب اللي هي تستخدم كلام الفورمر بقى والأكاديمي وحاجات من دي كلامه مرتب يعني زي ما بيقوله أخواتنا السوريين المهم أن أنت بقى خلصت للقمستاشر ولا تلاتين أسبوع بتوعك بتوع كورس اللي هو الفونديشن دوه تواق أنت بتجهز لمستر ولا أنت بتجهز لبكيريوس يعني بتوع المستر السنة بتاعتهم اسمه بري ماستر تمام والبكيريوس بي أقول لكم على إيه الحاجة الشائعة هنا يعني أموم من أجمل حاجات أنك مطلوب بس منك أنك تنجح والنجاح هنا يعتبر من 40% وإنت كده ضمنت مكانك في الجامعة في التخصص يعني أنت خلاص مثلا أنت كنت مقدم على أنك مثلا عايز تدريس إيه اللي هو هندسة ولا مثلا تطبيب سنة تحضرية فأنت لو نجحت في السنة تحضرية ديت أنت خلاص ضمن مكانك في الجامعة ديت أنك بعد ما تتخلص السنة وتنجح أنت الحمد لله مكانك في الجامعة مضمون ومكمل دراستك بدون أي ريسك يعني ولا حاجة المهم طيب يا آدم إيه الأوراق المطلوبة والشروط المطلوبة علشان نقدم على السنة التحضرية ديت يعني وكده هم حاجتي بدون رغي كتير يعني أول حاجة يا شهدتك السنوية اللي هي بتاعت مثلا مصر ولا أي مكان تطلعها بالإنجليزي ولو طلعتها بالإنجليزي انت كده خلصت شهدتك ولا بقى في أختام ولا صفارات ولا مشاور كبيرة ولا صار في فلوس كتير ولا حاجة طب انت شهدتك حتى بالعرب تقدر توديها عند مترجم معتمد وتختمها بس يا طبع انت كده شهدتك جاهزة زائد الايلتس تبقى تقول لي يا عم أدم انت ايه شددني من الأول وعمل تقول لي اللغة طعيفة اللغة طعيفة وتيجي تطلب مني ايلتس دلوقتي تضحك علينا يا عم أدم لا أصبر ايه ده انا جايب لك حاجة حلوة الميزة في دوت هم بس عايزين ايه ان هم يشوفوا ان انت بتعرف انجليزي يعني هنا عندي في الجامعة من 4 ونص ممكن تلاقي جامعات تانية مثلا من حدود 5 ممكن جامعات تانية من حدود 4 ونص ويطلبوا منسكور قليل جدا 4 ونص ده يا جماعة اول مرة محاولة في الايلتس وكده انا جدت تقريبا خمسة ولا حاجة وانا واحد سنويتي مصرية عامة سنوية يعني اللي هو شهادة عادية يعني يعتبر زيكم ولا كمان ممكن اقل من اللي بيتفرجوا علي ولا حاجة فالي هو حاجة عادية ولا دراستي في مدرسة انترنشنال ولا مسا اخدت كورسات بقى وحاجات من دي فالي هو الموضوع يعني ان شاء الله تقدر تجيبه بسهولة واربعة ونص مش رقم كبير وحتى لو انت مستيقى ضعيف شوية ممكن تدرس حاجة بسيطة ولا كده وان شاء الله تقدر اخر تجيبي عن الاربعة ونص بسهولة فالموضوع ده يعني يعتبر في قديق طب يا ادم انا خلاص دلوقتي عرفت ايه النظام بتاع التحضرية ومعي الشهادة السنوية اللي انت قلت عليها وخلاص احضر اللي هو الاربعة ونص ده ايلتس ولا انا معايا اعلى منه ولا انا شوف اختبار تاني ولا حاجة وخلاص اللي هو الشرطين التفيهم دولت معايا انا دلوقتي عايز اقدم اقدم ازاي تقديم يا جماعة للسنة التحضرية بيتم عن طريقتين الطريقة الاساسية وهي عن طريق موقع اليو كاس اللي هنا في بريطانيا فانت مثلا بتدخل على الموقع دوت وتشوف الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها وتختار مثلا اسم التقصص بتاعك زائد فونديشن يير تمام لازم ان تدوس اللي هو زائد اللي هي ايه الفونديشن يير عشان دي مهمة يا جماعة انكم تختروها امهم طيب الموقع ده اذا منعمل في ايه ولا نقدم ازاي ولا كده انا والله مريحك جدا وايه فتحت اللاب معاكم وعملت لكم فيديو ازاي تكتب اساسا الابليكيشن دوت ازاي تملاق وتكتب في ايه وقدمت لنفسي يعتبر معاكم اللي هو فيدي هذه المدواجهات السلسلة جامعة عادية تدراسها في بريطانيا بقيت سهلة خالص 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 فان شاء الله يعني ايه مش هتلاقي حاجة صعبة معاك اي حاجه هتحتاج تفكر فيه عن التقص響ه ponieważ هتلاقي العمل عنها فيديو فدوس علي ن escabra другrauen قنق all this video او بري ماستر او حاجة وهم هنا جماعة في كل الجماعات البريطانية بيردوا على الاميلات سواء بدري او متأخر بس انت اميلك يعني اترد عليه ان شاء الله بس حاول تكتبه بشكل حلو مهم هيلولك في الاميل هما قدم عن طريق اليو كاس او اللينك دوت ويحطوا لك لينك وهيكون اللينك دوت اسهل بكتير من موقع اليو كاس وانك تم لها الابليكيشن وانتبعته لهم وانهم اي هيتوصل معك يعني عن طريق اليو كاس ويبعتلك القبول والحاجات ديت ان شاء الله طيب يا ادم احنا خلاص بقى عرفنا كل حاجة عن تفاصيل السنة ونقدم مشروط والاوراق وكل حاجة ونقدم فين كمان ندخل بقى ايه في النقطة اللي كله بيسألني فيها دائما الفلوس ايه يا ادم نظام الفلوس واسعار السنة التحضرية ديت هنا في جامعات البريطانية وكده بصوا يا جماعة غالبا سعر السنة التحضرية دوت بيكون نفس السعر تقريبا البكاريوس يعني انت مثلا تدرس هندسة مدني بسنة تحضرية تمام سعر الهندسة المدني مثلا ب11000 باون فانت تدفع في السنة التحضرية غالبا 11000 باون انا عندي مثلا هنا في الجامعة مصاريف السنة حوالي 15000 باون فانت بتدفع في السنة التحضرية يعتبر 15000 بس من مميزات الجامعة هنا زي ما انا حكيت لكم قبل كده في فيديو فات ان الجامعة بتحتي هنا بتدي سكن فانت بتاخد سكن ببلاش واللي هو ما بتدفعش فواتير ولا انترنت ولا تهربة ولا حاجة يعني فانت كل اللي بتصرفه هنا هو اكلك وشربك ولو انت عايز تفسح مسا تروح منشستا لندر بقى ايه يمين شمال اي حاجة فدي critique الخاص بك واته بتكون على تكلفتك والموضوع يزيد عليه هذا هو لو انت تدرس الكرس اللي هو تلاتين اسبوع كامل طب لو انا ادم هدرس مسا الكرس اللي هو ال Thursday اخذ 15 اسبوع صاحب المناسبة انا لم أردت لكمش يعني من هو يقدم على fac blue Minute او لا حاجه معلش الفرق يا جماعة لاللي يقدر يقدر على downstairs that three يكون معاه مجموع اعلى شوية ويكون معاه مثلا خمسة او خمسة ونصف فهو ده يقدر ياخد اللي هو ايه خمساشر اسبوع بس لكن التاني اللي هو مثلا بقى مجموع فعلا اولاد جدا اربعة ونصف ولا حاجة ده اللي هياخد تلاتين اسبوع حتى اللي هو خمساشر اسبوع ان شاء الله تقدر تقدم عليه لو انت جبت يعني مثلا خمسة او خمسة ونصف عموما هتلاقي في كل موقع جامعة هتلاقيهم حطين جدول كده زي الجدول اللي انتو شايفونه دوت هنا يا جماعة على الشاشة بيحطوا لك ايه انت مثلا هتدرس ايه ودوت انت مثلا دوت لو مجموعك هتحتاج الكورس اللي هو تلاتين ولا خمسةاشر وحتطرلك اللي هو ايه يعني تفاصيل كل حاجة مطلوبة منك حاولوا تاخدوا يا جماعة الحتة ديت كسكين شوت فحتفظوا بيها علشان تفهموا بس الدنيا عاملة ازاي وعملوا زوم وركزوا فيها براحتكم بس خلونا نكمل الفيديو دلوقت طيب يا ادم ابو خمسةاشر اسبوع دوت هيدفع كامب؟ بيدفع تقريبا في حدود تسعة تلاف تسعة تلاف ومتين باون ودوت برضو شامل السكن وشامل الايه الفواتير والحاجات دي كلها وشامل طبعا الدراسة اللي هو بتاعت الكورس والامتحان والنجاح والحاجات دي والشهادة وكده يعني ما بتدفعش مصاريف اضافية زي ما بنسمع في جامعات تانية وكده لأ المصاريف ديت بتكون شاملة كل حاجة يعني نجي يا جماعة بقى الاخر نقطة في الفيديو واللي انا بضيفه لكم في كل فيديو وهو نصائح شخصية ليه يا جماعة انا بنصح بقى بالسنة التحضرية ديت وليه انا بعملكم الفيديو عنها اول حاجة يا جماعة انا بنصحكم بالسنة التحضرية عشانها هو موضوع السهولة ان يا جماعة التقديم سهل والقبول سهل يعني انت مسلا دلوقتي عايز تقدم على الجامعة فلان الجامعة ديت مسلا بتاخد طبيعي من مجموع مثلا تسعين في المية ما تاخدش مسلا اقل من كده فبالسنة التحضرية ديت بدل ما كانتها تاخدك بس من تسعين ممكن بقى يتاخدك من حوالي تمانين في المية ولا ممكن كمان من خمسة وسبعين عموما بتنزل معاك ارقام كبيرة ودي بتسهلك كتير موضوع القبول عشان انت مسلا لو عايز تروح الجامعة تانية ولا حاجة طيب يا عم ادم انا بقى ايه على الله حكيتي وانا يعني مثلا احلام كبيرة اللي هو مثلا ايه انا مجموعي في السنوية وحش جدا جدا ستين سبعين ولا حاجة وعايز ادرس بقى في جامعة قوية وتخصص جامد وحاجات من ديه انا مثلا هقولك النصيحة اللي هو حاجة سر بقى يعني ايه من بعد ما اخدت سنين هنا في الدراسة بريطانيا ولا حاجة وشوفت الدنيا فحابب ايقولك انك مسلا اقدم على السنة التحضرية ديت في جامعة ضعيفة او في اي جامعة مسلا تقبلك واخد الشهادة بتاعت السنة التحضرية دي انت اسمك دلوقتي معك شهادة بريطانية تمام وهم قدم بقى على الجامعات هنا في بريطانيا قدم على جامعات تانية قدم على جامعات اقوى هتبدأ تحط رجل على رجل ومش هتقدم اساسا بشهادتك السنوية فالجامعات التانية اساسا مش عارفوا ايه تاريخك بقى اللي اصد ولا حاجة لو انت مخبي مجموع وحش مش لازم انتحط شهادتك السنوية في التقديم ويتم قبولك بناءا على السنة التحضرية اللي انت دارسها هنا في جامعة بريطانية فبالتالي تقدر تروح لجامعة اكبر او اقوى وتقدر يا معلم بقى ايه بالموضوع دوت انك تكون ملك نفسك كده وتروح للمكان اللي انت عايزه ده لو انت محبتش الجامعة يعني بتاعتك وكده ده بالكمان يا جماعة من قوة الشهادة ديت انا يعني لي صحابي كانوا معي في الكورس اللي هو بتاع التحضيري مثلا هو كان بيدرس تحضيري للبيزنس وبعد ما خلص السنة دية تغير رأيه وحب يدرس مثلا ايه انترناشب هوليتكس ولا حب يدرس مثلا تخصص تاني فيه كزا حد عملوا الموضوع دوت وغيروا التخصص وبقى الموضوع عادي شوية لان انت معاك شهادة بريطانية ودارس وناجح فالموضوع دوت ايه قوي وكمان يا جماعة معايا ناس من الكورس خلصوا وراحوا نقلوا جامعتهم في لندن راحوا اقدموا على جامعات في لندن وتقابلوا في جامعات قوية وترتبها قوي يعني اللي هو الموضوع ايه ده انا استغربت ايه ده وبجد انا بقى معايا شهادة قوية ان انا اقدر اروح اقدم على جامعات ترتبها قوي جدا كده فانت ممكن تاخد الموضوع يعني كمصلحة كسلمة زي ما تشوفها وبعد كده انك ان شاء الله يعني ايه تروح على جامعة اقوى ولا حاجة فعشان كده انا بنصح جدا بالسنة التحضيرية ديت وسيلة او طريق او كبري لكبير لبريطانيا والدخول في الجامعات هنا والدراسة هنا ادخلك ان شاء الله كمان في اقوى الجامعات وافضل التخصات اللي انت عايز تدرسها مهما كان مجموعك طيب يا ادم انت حلت لنا يعتبر كل المشاكل الله يبارك لك لها بتاعت الفيزا وفي الاوراق والشروط والايلتس والحاجات دي كلها دلوقتي موضوع الفلوس برضو انت قلت لنا في الفيديو ارقام كبيرة اللي هو مش عايف 15 و 10 تلاف والحاجات من دي طبعا نقدر نشتغل جنب الدراسة طبعا نقدر نصرف على نفسينا والحاجات دي انا حبيب ابشركم ان انا برضو عملت فيديو بالتفصيل عن الموضوع ده وحكيت انت تقدر تصرف على نفسك بس بدون مساعدة من اهلك بعد ما يبعتوا لك اللي هو اول قصة وحكيت الشغل جنب الدراسة وتوفر كام وتصرف كام والاكل يكلف كام والتفاصيل دي كتيرة عملتها في الفيديو دوت فيديو مهم جدا يا جماعة لو انت فعلا بتفكر تدريس هنا بريطانيا ياريت تشوفه وياريت برضو تشترك في القناة عشان ده بيفرق جدا وبيدعم محتويا هو يوصل لناس كتير وبرضو عشان ما يفوتكش اي فيديو فيه معلومات زي اللي انا بعملها والحمد لله يعني فضل الله انا اول واحد عربي يعتبر اعمل المحتوى ده وتودي المعلومات دي من تجارب شخصية في اليوتيوب او على السوشيال ميديا عموما فياريت يعني تدعموا الفيديو بلايك وكده عشان ايه الفيديو ده وتيوصل لناس كتيرة وبرضو لو عايز تشوف حياة الشخصية اكتر في بريطانيا تابع حسابي على الانستجرام هتلايني بنشر بقى الشوارع والتجارب والدنيا اللي بيحصل معي والحاجات دي فتابعيني على الانستجرام او الفيسبوك هتلاقي تفاصيل يعني ايه في المنحات اليومية بس انت برضو لو انت عندك اي استفسار سيبه تحت هنا في التعليقات وانا ان شاء الله حاور ارد على كل التعليقات وبرضو لو عندك موضوع فيديو عايزني اعمله حلقة مخصوص اكتبولي تحت في التعليقات انا بشوف كل تعليقاتكم بس كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته